بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محلي المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأراضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقيك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي قد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث قطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين فإنك كريم تحب الضيافة فإنك كريم تحب الضيافة فإنك كريم تحب الضيافة فإنك كريم تحب الضيافة فإنك كريم تحب الضيافة